موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم دعا مسؤولون في السلطة المحلية بمحافظة تعز إلى معالجة الخدمات العامة في المحافظة والتي تعاني من تدهور مريع في ظل تقاعس الجهات المختصة عن دورها في هذا الجانب كما شدد المسؤولون في تصريحات اليمن شباب على السلطات بوضع ملف الجرح في قائمة اهتماماتها ووضع معالجات تنهي معاناتهم اختطفت ميليشيا الحوث الإرهابية جراحا شهيرا وأكاديميا بكلية الطب في جامعة صنعاء واقتدته إلى أحد سجونها مصادر مقربة قالت أن الميليشيا اعترضت الأكاديمي ياسر عبد المغني أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة صنعاء في أحد شوارع العاصمة قبل أن تختطفه وتقتده إلى أحد سجونها في مقر القوات الجوية دون معرفة دوافع هذه الحادثة تتواصل في محافظة شبوى النفطية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي للشهر الثاني على التوالي ووفق مصادر محلية فإن أزمة وقود الغاز تضرب أغلب مديريات شبوى وسط استياء شعبي تجاه موقف السلطات وتقاعسها عن وضع حلول لهذه الأزمة بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الجمعة معسكرا تدريبيا استعدادا لبطولة خليجي 25 والتي تستضيف منافساتها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير المقبل وكان المنتخب قد وصل إلى القاهرة أمس الخميس قادما من عدن التي احتضنت معسكر الإعداد الداخلي خلال الفترة الماضية تحت إشراف مساعد مدرب المنتخب محمد سالم الزريقي توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبيا على عدة محافظات وهطول أمطار متفرقة على مناطق متعددة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة وشملت توقعات المركز أجواء باردة في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وباردة نسبيا في مرتفعات محافظات أبيا ولحج والضالع وإب والمناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيس قطرة وعلى أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي دمتم وأدام اليمن بألف خير إلى اللقاء موسيقى